انتلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتكليف من رئيس الجمهورية لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة المقبلة